فيتامين دال عن محاربة أي عدوى كما يجب أيضا الحصول على قصد كافي من النوم لأن قلة النوم بتقلل من نشاط الخلايا يلي بتقوي الجهاز المناعي في حال كنتم تتكلمون عن الفيروس بشكل مفرط أمام أولادكم يجب التنبه إلى تأثيراته السلبية على حالته من نفسية لذلك إليكم هذه الخطوات الأساسية للتخفيف من التأثير السلبي على أطفالكم طمأنت الأطفال بنبرة صوت هادئة عند التحدث عن الفيروس وتقديم الإرشادات الوقائية لهم واللجوء إلى الصور لشرح الموضوع التنبه إلى ردة فعلنا كأهل أمام الأطفال ومحاولة عدم التحدث إليهم عندما نكون متوترين لتفادي نعكاس هذا التوتر عليهم التواجد باستمرار إلى جانب أطفالنا في هذه الفترة فقد يرغبون بالتعبير عن مشاعرهم ومخوفهم ويجب أن نسألهم عما يعرفونه عن الفيروس للتمكن من تصحيح معلوماتهم والاستعانة بإجاباتهم للانطلاق بالحوار تقليص الوقت الذي يمضيه الأطفال معنا في مشاهدة الأخبار ومراقبة ما يشاهدونه خصوصاً إن كنا نمتلك بعض الفيديوهات أو المعلومات الخاطئة على الهواتف المحمولة فالأجدر بنا حثفها إن كنتم تلتزمون منازلكم في هذه الفترة يجب محاولة الحفاظ على روتين الحياة اليومي لأطفالكم مثل وقت الاستيقاظ، الفطور والدرس بشكل طبيعي لكي لا يشعروا بالكثير من التغيير محاولة ابتكار بعض النشاطات المنزلية للترفيه عن الأولاد طيلة فترة بقائهم في المنزل إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة تذكر أن استخدام الكمامة ينبغي أن يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمين الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون أمسك الكمامة وافحصها لتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة حدد الطرف العلوي من الكمامة موضع الشريط المعدني تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج وهي الجهة الملونة ضع الكمامة على وجهك اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوي للكمامة ليتخذ شكل أنفك اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مبعداً الكمامة عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصبون إذا كانت متسختين